أرسلت موسكو كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب بحجة توفير الأمن وذلك بعد يوم من إكمال عملية تهجير أهالي الأحياء الشرقية للمدينة من قبل الميليشيات المساندة للنظام وبحسب وزارة الدفاع الروسية فأن الكتيبة نفذت قبل انتقالها إلى سوريا سلسلة تدريبات إضافية في أحد ميادين التدريب الروسية ومن ثم نقلت جوا إلى مطار حميميم في مدينة اللاذقية مضيفة أنها ستعمل على توفير أمن عناصر نزع الألغام الروس وأمن المستشفى الميداني الروسي المتنقل تأتي هذه التطورات بعد إعلان موسكو استعدادها لتحويل منشأة ترتوس العسكرية إلى قاعدة روسية دائمة